موسيقى كان رمز الانسان وكان رمز البوابة ومدين الانسان البوابة كان واحد العم يعني شخصية الانسان مكنونة الانسان هناك تعد تلك الالوان هذا الانسان بصفة عامة وهو واحد مسموحة مركبة ومعرفة الانسان يجيب الهوس في ذلك الرمض السلام عليكم احترناك نشكركم بالسألة بحسن الشرط ان يكونوا اصدقائنا اللوحة اعطينا فكرة اللوحة موسيقى 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 مع الواحد الهوية عن الغريبية التفحق الانتماء لأن الإنسان ابن بيئته احتى الاختيار الفناني المتارفين لا يأتي من عبر من الشمال، من الريف، من وسط المغربي، من الجنوب في النم المكيشار يعتس الموحيط الذي ينتعمل وبالتالي تكون خارجها أعجبني ذلك الشارع في التيرس التيرس موزين؟ كيف أعجبك؟ أعجبك الرصاص؟ 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 ما أعجبك؟ أعجبك؟ ماهي؟ 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 ماهي معجباتك؟ ماهي تجول هنا ولكن لا كان هذا الجو هذا بحركة الزبليوم متميز أعجبني الرصاص؟ أعجبني الرصاص؟ أعجبني الأشجار ولكن لا كانت في هذا الجو لا، كان رصاص آخرين لا كانوا الرصاص أعجبني الرصاص أعجبني الرصاص أعجبني الرصاص لذلك والمزدون وأعجبني الرصاص والمزدون الكبير وأحجبني الرصاص بالفصوص الأجنزة والمزدون 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 وقضاء الأفضار أفضل وحسنش ومنطر في المسلوقت من يدمجس هاد لأشكال دي التقيقاني العمرانية ويأخذوها بها ويأخذوها بشكل ديمان بمعنى أنه يقعي محلو كلاج محلو قد نمت كل ديماج ودخلت فيها لكي أخوالي ودخلت فيها لكي أخوالي نعم وهذا أول هدف الاستهواني هو أنه لم يكن دعوات كالفضاء استهواء وبالصدق ذلك أنه يستقطع جميع المختلفين سواء كانوا شعراء أو أدباء أو مخرجين سينمائيين أو أميين أو أدباء معنى الشاعرة والمفضعة نوال الشريف التي حصلت لي أن أعرف أنها جاءت فضاء للجميع ونزوات في أحد مكان ولاحظتها عن بعد أول شريف صحفي وشاعرة ألاماً لشرف لأن أحضر لحضيقة الحنانين العنوان الذي يضم هذا اللقاء الذي يعنى بالتشكيل هو حضيقة يعني هنا استحضار للطبيعة وكما يعبر الشاعر عن الطبيعة من خلال الحرف أيضاً الفنان التشكيلي يعبر عن جمال الطبيعة وعن انعكاسها في الذات البشرية والإنسانية من خلال الطبيعة يمكن أن ننتج أعمالاً كونية لا في القصيدة ولا بالنسبة للتشكيل والجو جميل اليوم نعم سألان وكذلك الطبيعة أظن أنها سعيدة ونحن هنا تحت الأسزار ومام هذه اللوحات التشكيل التي تحمل أرواح مختلفة من مناطق جغرافية مختلفة من المغرب وهذا هو الهدف من حقيقة الفنانية جميل وهنا ما رأى أنه هو الهدف كوني وهذه المسألة التي يجب أن يحملها وأوحث لي كل لوحة هنا يعني كل لوحة بكتابة مثلاً لوحة الفنان التشكيلي عبدالله زوفروف ذلك الانفجار بالأحمر انفجار التمرد الصرخة وهذا فهي صرخة إلى الإنسانية صرخة إلى الحب وكذلك الألوان الظاهرة مجموعة من الجداريات قد أوحث لي بكتابات شعرية هذا هو الهدف أملي أنا كمدير المهرجة أن هذا تتكلمين هو جعل المتلقي للجمهور أنه يشهد لحظة الحماقة أنه يشهد لحظة الحماقة لأنه يشهد لحظة الحماقة لأنه يوجد كثيراً لأنه يمتلك حماقة إلى زخرة كما رحضنا الآن هنا رحضنا بأننا نتصور على الإسمنت يعني تتخرج على هنا يعني هناك هنا يعني احنا في حديقة حيث الجمال هذا الحديقة التي كنت وجدوا فيها هي مبادرة عبد الربية كانت هناك أطماع لمستثمرين العطاريين كانت تكون هنا عمارة من أربع طوابق تعمل هدف ولكن ملعار الخلق الموابن العادي مصاج وكفا كفا كفان اسمنت كفان اسمنت وكفان هناك فعلا خصاص من فضاء إذا كان هذا المسج بين الثلجان والطبيعة هنا حتى الحسن الجمالي سيتحصل وهذا ما نسعى إليه وأحييك بشدة